اشتركوا في القناة الله خليك يا ربنا كله تمام كله تمام الحمد لله طيب الاول اتكلمنا على حاجة مهمة جدا قبل رمضان قلنا الدورة الدورة الربعية ديت هتتلعب في الفترة من عشرين لتنين وعشرين ستة تبدأ يعني من عشرين لتنين وعشرين قبل رمضان اخر خمسة قبل رمضان قبل شهر رمضان بسبوع قلنا كده ايه صح كل الناس كدبت برضو قالت ان الدورة هتبدأ تمنتاشر وتسعتاشر لا لا هي برضو الدورة من كنت بكلم الحاجة عامل حسين قبل الحلقة على طول ايه من عشرين لاتنين وعشرين خمسة وبيقولك بكرة في قرعة في اتحاد القرعة بكرة الصبح اه اه ندخل بقى لحاجة التانية برضو الناس كلها تكلمت على ماتش المنصورة سبورتنج اه وكله قالك ازاي الماتش يتلعب الساعة ثلاثة اه مش بييد لا اتحاد الكورة ليه ولا جنة المسابقات ده الكلام ده اتبعت للون عشان يزيع الماتش ما عندوش خريطة فاضية غير التوقيت ده الساعة ثلاثة الساعة ثلاثة عشان بس الناس اللي بتكلم برا اه اصف المتصوات التانية تلعبت اربعة ونص اربعة ونص عشان كان فيه مساحة انه يزيع اه ما كانش فيه ماتشات تانية في الدورة ممتاز اه طبعا ده اصف فنيا على جو حر اصف 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 مم ما عادرش يوصق في التوقيت ده يلاقي ماتشات عشان يزيع طر يأجل حداشر اتنشر حداشر اتنشر تلاتاشر دخل برضو في القصة التانية على اشهر一تناشر باشد. اعداشر اتناشر تلاتاشر. دخل برده في قصةة التانية. في مباراة في الدور مزاعة. طب هو عايز زئي الماتشات. وماتشات الدورة الربعيه نفسي القصة برده. المباراة دي مزاعة بتاعت الدورة الربعية. ايه. فهو الحاجة عامر بيش بالي دي. مش مش القصة دي مش بتاعت دي بتاعت بتاي знاء ازاعة المباراة. اللعب نروح بقى لذل. يعني عشان كده الماتشي تلعب الساعة تلاتة. أصف فنياً على اللعيبة على الحكام حتى شاف أنت أحمد الغندور طول الماتشي ياخد بريك بريك وعطشان وريق وبين واضح أن شفيفه نشفف على الهوى يعني كان عملية زيت حاجة بقى أنت عندك لعيب كوالة بتاعه قوي يقدر يستحمل اللعب في الأجواء دي ويقادي عشان هما لعبوا ومشاطهم كلها في التوقيت ده في لعيبة تانية ما تقدرش تقادي ما يقدرش يستحمل الحر هو كوالة بتاعه جسمانياً ما يستحملش الحر وأنا دي أحد النقاط المهمة إنها ممكن ده أثر على لإيه يظلم فرع عن فرع عشان كده أتمنى الدورة نتلاشى بقى الأخطاء دي هتنعمل إيه نلعب الدورة الربعية دي بلاش الساعة أربعة خمسة ولا ثمانية بالليل لعبت ساعة ستة حسب بقى كمان الجدول الدوري الممتاز أيوة يعني إن الدوري حيقف بعد كده عشان الأجندة الدولية صح؟ أيوة الدوري حيقف يوم سبعة وعشرين إلعب المبارات ساعة ستة عشان الناس كلها تستمتع بالدورة دي الدورة دي بقى برضو حاجة يبقى الناس بعرفاها دي تلات مباريات وتلات مباريات هيبقى دوري من دورين وإحنا برضو هنا انفرضنا بالقصة دات قبل رمضان كل مصر كانت بتقول لك دوري من دور واحد صح؟ لأ من دورين طب دعي أسألك السؤال بقى إسألك دلوقتي حرص الحدود عنده أستاذ الماكس تمام ملعب حلو تمام حرص دعالجي انت عايز تقول إيه آه ديني فورسة بس ديني فورس تمام انت عارف أنا عايز أقول الترسانة عنده ملعب حلو إنت ما قولتريش أستاذ آه السويس عنده ملعب حلو أستاذ سبورتنج ملعبه صغير وترتاني جيل صناعي كل مصر سألتني قبل الحلقة هيلعب بقى في نفس الملعب كلمت أحمد فاروق المدرب طبعا زني كده الناس ما بتقول كده أو هو أطلقه على المدرب المحظوظ محظوظ معاي جهاز فن كويس لعيبة كويسة كلمت قبل حلقة اللي أنا حالعب على ملعبي لكن ده إذا كان في مشكلة في نقل المورة أو الإزاعة آه هتبقى قصة تانية بقى لكن الغدلوات أنا باعت ألعب على ملعب سبورت ملعب سبورت حلقة على طول قبل ما نخش أطول بس يعني حيبقى فيه مطشاط مزاعة تليفزيونيا طب فيه جماهير ما أنا احنا قلنا الكلام ده لو أنت في أول الموسم مفيش ممنوع حتى في الترقي مفيش جماهير ممنوع إلا ليه طب ما أنا شايف جماهير إلا معه ده استثنائي شايف جماهير منصورة وشايف جمهور الترسانة وشايف جمهور السويس رسمي لا اللايحة ليحة أول الموسم للعنديها كلها تعمل بس حبا فيه جماهير ما أنا بشوف جماهير مكتوب تحت كده شوف حتى متين تلتميت واحد ده استثنائي ده بيبقى اتفاق بين المجالس الإدارات الندير يعني ده مثلا ما تروح تلعب الترسانة مثلا والسويس مش هدخل جماهير بس ودي بقى الفريقين مع مراقب المباريات مع الحكم مع الأمن يدخلوا بعض الجماهير وولد جدا اتحاد الكورة يعني الحارس أنا كده كده عارف ان ممنوع الجماهير لا ممنوع بلماكس ممكن وولد اتحاد الكورة الساعات المتبقية ديت يقدر اتوصل لحل مثلا انه يدخل متين تلتميت يعني سبورتيج من غض الوقتي في ملعب عايز يلعب في ملعب لحين إشعار آخر الإشعار ضمين اللي حدده بقى هو بقى يتحدده الكوالات بتاع الملعب عشان الزيع يعني انت مثلا مثلا يعني وانا كنت معترض على ديت مش عشان انا مرور مطميد لا شفت انت الكوالات بتاع ملعب بروكسي فماتش المحل اللي عمل ازاي محل كوالاتي رائع جدا من افضل يعني حتقول ليه بقى من افضل المباراة اللي اتزاعد كوالاتي جميل كان ملعب بروكسي وانت ما كنش بتلعب معاه عليه لكن نادي سبورتيج برضو اللجنة حتروح لهندسية تعاين فقون وتشوف هال الملعب صالح للاستبال المباراة ولا لا نروح بقى الحاجة المهمة يا كابتن النظام الدورة ديت الدورة ديت نهينا خلاص الدورة انتهت اللي ربعية وتساوي فرقين في في عدد النقاط هنلجي على طول مواجهات المباشرة هلعبوا بعض مرتين ايوا ايوا بس هنا بقى مواجهات المباشرة لها قاعدة رايح جاي متش رايح ماشرة ازاي الدوري المحترفين في الدور التاني مباراة واحدة فماتشين يعني اول معيار لو الفئتين تساوي في عدد النقاط المواجهات المباشرة بالزبط بعد كده الاهداف الاهداف له وعليه تمام وبعد الاهداف له وعليه له بس مم بعد الاهداف له بقى هتوصل لإيه مباراة فاصلة ياه ازا تساوي بقى يلعبوا ماتش فاصلة في الهتين ماتش فاصلة يعني تساوي في كل حال حنتفق ان فيه تلت فرق اربعة تساوي مم يلعبوا دورة من دور واحد والله زي ما قال الحج عامل قبل قبل دورة قد نظام العكس المباراة الفاصلة في دورة الدورة الفاصلة اللي كان فيها طبعا الستة عندية مم لا في النهاية كان الماتش يقلص تعادل بيلعبوا ضربات جزاء اي مخبلك مم فده ده بقى الناس اللي تبقى عارفة ايه اللي حيحصل المباراة مزعقة مزعقة بدون جمول لغدرات بدون جمول نروح بقى الحتة تانية مهمة جدا كل الناس منتظر القصة دي في جدل وصراع على تعديل الدوريات السنة الجاي تاني اه تعدين نظام الدوريات تاني الحاجة ساعة ده بو صندوق اه واكتر من عشرين نادي رئيس نادي الرجاء رئيس نادي الرجاء تقدموا بمذكرة عايزين الاتحاد الكورة عايزين الدوري ده ست مجموعات كل مجموع كل مجموع اين دوري؟ الدوري اللي هو قسم التاني بقى اللي هو تحت المحترفين اه اه ست مجموعات كل فريق اربعتاشر نادي كل نادي يسعدوا بقى من الدرجة التالتة ست مجموعات خلينا في المقترح الاول بلاش نتكلم في التفاصيل لان التفاصيل لسه هما ما ايه كل ده مقترحات بلاش المهم قدموا المقترح اتحاد الكورة سامع يوم الحد اتناقشت مع الدكتور عابو كومي قبل ما يساب في التايلاند طبعا يرجع بقى الف سلامة واتناقشنا في حد التعديلات ديت التعديلات دي ايه اللي تم فيها بقى هما اتحاد الكورة اتناقشوا في اكتر من مقترح يعني عشان الناس ما تاخداش مننا شور لا اتناقشوا في اربع مقترحات او تلاتة لكن الابرس كان ايه صعود توان المجموعات اه من الدرجة التالتة وصعود افضل اربح توانت كمان ده مقترح عشان يكملوا عدد الفير الاربعتاشر في قول مجموعات بالزبط